شابت السلطان اللحياني ونشوف معك المباراة وحالاتها الفنية مبروك للنصر مبروك للوطن كذلك تأهل النصر مع الهلال لدور ربع النهاي مباراة أعتقد النصر كسب فيها الهم مستوى لا النصر كان مستوى أقل خاصة الشورة الثانية مستوى مقلق لأكثر من سبب مقلق لأن عناصر النصر أعلى فنيا وبفارق كبير عن فريق تركتور مقلق لأن الغيابات فريق تركتور أعلى بكثير تتكلم عن حتى ما أكمل خطة الاحتياط مقلق لأن حتى تركتور بدون أي لاعب أجنبي النصر صحيح عنده غيابات وغيابة مؤثرة تتكلم عن الحمد لله وتأثيره أو حتى ما دوله جامل اليوم بصراحة كان حضور مميز لالفتيل العمر يعود بعد الإصابة وأداء أكثر من رائع حتى محمد قاسم ولكن أكثر من النقطة كان فيها النصر اليوم وأعتقد أنه شوط أول مثالي في بدايته وتراجع غير مبرر مع مينيز في كل مرة لو نسترجع هذا الموسم في ثلاث مباريات في الدوري كان يتقدم ويتراجع بيتراجع غير مبرر ويصنع الخطورة على مرماه كذلك اليوم تقدم وكان متوقع خاصة بعد التقدم بهدف أنك تعزز هذا التقدم بحيث أنك تتفوق تفوق باكتساح كبير ولكن شوط ثاني كانت تفوق والخطورة أكثر من فريق التركتور نقاط مهمة للنصر أمام تركتور أولها خطورة تاليسكا في توظيفه خلف المهاجم هذا اللاعب في هذا المركز يصنع لك خطورة كبيرة وشفنا ثلاث مباريات للنصر ومباراة اليوم الهدف كان مجهود فردي وأداء عالي من هذا اللاعب باستلام تحت الضغط وبتمريره ولا أروع أسست مثالي لأبي بكر اللي يحسب له التحرك ويحسب التحرك كذلك حتى لسلطان غنام في الطرف اللي يحاول حتى الظهير ما يضمع مع أبي بكر ويفتح المساحة لأبي بكر في الاستلام فأعتقد هذا التفوق الفرد والتوظيف المميز لتاليسكا في هذا المركز يصنع خطورة ويصنع وفرة للحلول الهجومية لفريق النصر في خط الهجوم النقطة الثانية اللي شفناها اليوم اعتمد على كثافة وسط الميدان ولا مركزية نتكلم عن طريقة أربعة واحد أربعة واحد تتحول مشاري بوف تلاقي في أكثر من مركز في مركز ثمانية على الطرف عبد الفتاح علي الحسن في فترات يطلع كطرف أيمن وهذا الشي قلل حتى من خطورة الغنام اللي ما وجد مساند لأن علي الحسن يعني أخذ في فترات يطلع على الطرف ويرجع كمحور ارتكاز ما في لاعب ثابت يصنع حلول هجومية في هذا الطرف شفنا فقط الجهة اليسرى هي من تصنع الحلول الهجومية في الشطر الأول مشاري بوف نجومية كبيرة في كل مراكز الوسط حتى في الشطر الثاني شفت كيف توظيفهم على الطرف الآخر الشطر الثاني شطر مغاير للنصر مغاير في أكثر من سبب وأعتقد أنه لما نتكلم عن التراجع تراجع غريب وغير مبرر بعد التفوق وما تعطيك هي الإحصائيات تتكلم عن استحوال النصر أعلى في الشطر الأول شطر الثاني تقارب مع فريق تركتور أتكلم عن مجموعة تسديدات للنصر سبعة في الشطر الأول وثمانية في الشطر الثاني ولكن على المرمى كانت ثلاثة في الشطر الأول وفقط تسديد واحد في الشطر الثاني توضح لك هذا التراجع وعلى النقيض بالنسبة لفريق تركتور بدون أي فرصة على المرمى لوليد عبدالله في الشطر الأول أربع فرص يتساوى مع النصر على المستوى التسديد على المرمى والخطورة في شط واحد توضح لك هذا التراجع الغير مبرر لهذا الفريق نجومية كبيرة كانت لمشاري بوف اللي أعتقد أنه هذه المباراة وضح قيمة في أكثر من مركز وضح شراسة واعتقد شراسة على المستوى الدفاعي اللي افتقدها النصر في خط وسطه النصر على المستوى الوسط أغلب لاعبيه ما عنده مشاري بوف في توظيفه سواء في مركز ثمانية أو حتى على الطرف كان مميز في عملية المواجهات التنائية وكسب أكثر من مواجهة في عملية صناعة الفرص وكان الأكثر على مستوى النصر في صناعة ثلاث فرص محققة حتى في المواجهات الرأسية كسب ثلاث مواجهة رأسية من أربعة لعب في أكثر من مركز وضح لقيمة هذا اللعب ولكن في المجمل أعتقد أنه مدرب النصر شرط ثاني غريب مفترض أنك تبادل بالهجوم أمام فريق أنت متسيد اللقاء عليه وأنت أفضل على مستوى العناصر تغييرك لتاليسكا تغيير غير مبرر تقييدك لتاليسكا في شرط ثاني تقييد غير مبرر حتى على مستوى عناصرك مفترض أنك تلعب بضغط عالي وتجعل الفريق الإيراني يدافع في مناطق منخفضة بحيث تكون الخطورة عليك أقل وتحاول تكون قطع الكرات في هذه المنطقة بحيث أنك حتى الخطورة على الفريق الإيراني تكون أكبر قيمة كبيرة لأبو بكر بصراحة في عملية الإنهام وعملية طلب الكرة في المساحة توضح لك الهدف وهذا الهدف الذي سجل اليوم يعني يشابه هدف أبو بكر في أول مباراة لهم عن النصر يعني هدف مباراة ضمك تمريره كذلك ولا أروع واستلام وفتح المساحة في مباراة ضمك من ناحية أبو بكر وإنهاء ولا أجمل من هذا اللاعب ترى الهدف بنفس الطريقة تاليسكا بتمريره ولا أروع استلام وفتح المساحة وفتح حتى مسار الكرة من أبو بكر نفس طريقة هدف اليوم توضح لك هذا الانسجام الكبير والقيمة الكبيرة لتاليسكا في الرؤية وفي التمرير الحاسم أمام المرمى والإنهاء الأجمل من تاليسكا أعتقد أن النصر كسب الأهم في هذه المباراة ولكن كمستوى أقل من المتوقع أقل من المتوقع على مستوى الدفاعي أقل من المتوقع على مستوى حتى التراجع على المبرر مفترض أنك تكتسح هذه المباراة مبروك للنصر ومبروك للإندفن السعودية وإن شاء الله يكون ختام هذه البطولة تتويج سعودي باللقب فيه كان حصائيات عن مشاري بوف لاعب النصر أمام تركتور نعم اللاعب اليوم بعيدة عن هذه الأرقام إلى أي درجة تجد أن اللاعب صفقة مؤثرة في هذه النصر إضافة كبيرة إضافة كبيرة على مستوى وسط النصر وسط النصر أغلب بأدوار هجومية هذا اللاعب أظهر اليوم قوة كبيرة في عملية الافتكاك نتكلم عن 12 مواجهة مباشرة كانت فيها الافتكاك عالي لهذا اللاعب التمركز عالي حتى في عملية السير بالكرة والنقل الكرة من ثلث إلى ثلث كان مميز فيها حتى في صناعة الفرص لاعب مكسب للنصر وأعتقد أنه مع الإنسجام سيكون أعلى ولكن يعاب على مدرب النصر اليوم توظيف هذا اللاعب يعني توظفته شوط الأول كلاعب لا مركزي صنع الخطورة شوط ثاني حتى بعد تدني مستوى البنفتاح مفترض أنك تعتبد عليه في الطرف خاصة أنك تحاول تجبر فريق تركتور أن يتراجع في مناطقه وهذا ما حصل وهذا ما صنع تراجع غير مبرر لكامل المجموعة لفريق النصر